في فقرة يعني بناء على ربما بلاء عام عن الموظفون أو الموظفين المنشقين الموظفون المنشقون نتكلم هنا عن كل موظف سوري كان يمارس عمله في مؤسسات الدولة السورية ثم جبرته الأحداث على ترك عمله رغبا أو رهبا سواء ترك عمله تأيدا لوقوفه مع مبدأه وأخلاقه ووقوفا مع الناس أو فصله النظام لتعاطفه معها أو هرب مخافة التصفية الجسدية كون يعمل في مؤسسة اعتبرتها بعض كتائب المعارضة كأي شبيح رغم التزامه بعمله أو انقطع راتبه لأنه لا يستطيع أن يذهب لأماكن سيطرة النظام أو اختار الهروب مخافة القصف أو جلس في بيته بعد أن تعطرت المؤسسة التي يعمل بها سواء مدرسة بلدية مديرية دمرت يعني اللي هو لا نستني أحدا هنا القسم الأول من هؤلاء مدنيون يعني ساد مدرسة جامعة ممرض طبيب مهندس مدني عامل نظافة دفاع مدني موظف أخطان في صوامع الحوب اللي هو القسم الثاني عسكريون الضابط في الجيش أو الشرطة أو مخابرات أو مجند عسكري في جيش والقوات المسلحة القسم الأول يعيش في أسوأ حال على فكرة لا رواتب لا رعاية لا مؤسسة تجمعهم وهذا أسبابه كثيرة فهذا المنشق عمليا خاطر بحياته ومركزه وماله ومستقبله ليقف وقف الضمير فانقلب عليه ظهر المجن ووقع بين نارين بطش النظام وجحود المعارضة النظام يعتبره خائنا مرتدا عميلة والمعارضة تعتبره متسللا انتهازيا حقيرة قفز من المركب ليمططي المركب الآخر هيك بيعتقدون ولذا ترى بالنتيجة يشترع الأمرين من النظام النكران ومن المعارضة الخذان النظام لاحقهم وقطع عنهم رواتبهم والمعارضة سعت سعيا حتيثا لإزاحتهم وإبعادهم والنظر إليهم على أنهم منافسين على أخذ مغانم المناصب الوهمية المازالت في مرحلة ما بعد الأسد كحالات كثيرة مثلا عندك مثلا أنا ما بتكلم هنا على موظف عادي بس بتكلم عن موظف مهمة رياض حجاب رئيس الحكومة السابق هذا رئيس زراء مو حي الله يعني يعني الرجل الثاني في الدولة بعد الأسد يعني منصب ملء العين والبصر ماله عسكره ونفوذه هيبه وعزه ممزوج صحبه رعب لكن منصب كبير ترك كل شيء وخاطر بحياته مع أولاده وهرب في جنح الليل وانشق أول من أحزنه ذلك على فكرة مش النظام المعارضة لم يرحبوا به لم يرفعوا حتى سماعة تليفون هذا رئيس حكومة على فكرة في عندك سفير في عندك قنصل في عندك دبلوماسي في عندك مدير عام في عندك مدير دائرة الموظفين في عندك معاون وزير في عندك وزير في رئيس قسم في أستاذ في شرطي مدني هذول من أبناء الشعب أخوتكم يعني بيقول لك هذول كانوا يمص خير الشعب أربعين سنة اللي بحقوله يقول هذا كلام أنه كان يسرقوا الشعب وينهبوا الشعب ويعطي شهادات ثورية وحسن سلوك هو فقط من كان لديه تنسيقية قبل 18-11-2011 فقط فلا أحد يزاود على هذا بيقول لك فلان كان جزء من النظام ايه وشو يعني ما أنتوا كنتوا طبلوا للنظام طول عمركم وتعتبروا القيادة التاريخية والحكيمة الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذا القسم الأول قسم الثاني عندنا عسكريين وهؤلاء الآن أغلبهم ضباط مقدمين رائد جندي اللي هو خارج سوريا في المخيمات أغلبهم لا في جزء منهم ما زال يعني في أكثر من 15 ألف ضابط وعسكري في المخيمات الأردن وتركيا على الأقل ليل النهار يقولون ماذا يقولون يقولون داعش خطفة الثورة كلهم ونحن طلعنا برا ليش يعني اختفت الساحة منهم في أسباب يعني مش الكل لكن الأغلبية لأن قال لا يمكن يكون هو مثلا عقيد وقائد كتيبة أو لواء كان مع مرجي مثلا أو نجار باطون يصير تحت أمرته فهو شغل كبير لازم يطلق شغل كبير هو هيك بيعتقد فضلا أنه في بيئة طاردة لهم في بعض مقاتلين المعارضة دائما ينظر لهم على أنهم نهبوا البلد وكذا وقفز من المركب باشا ما يقتلوا والله يساعد وما بيحبوا ينسقوا معهم بالذات في منهم كانوا إسلاميين لا يحبوا ضباط النظام فخلت الساحة منهم ومن خبراتهم ويتلاقي جزء مهم منهم الآن يبحثون عن اللجوء في السويد أو في ألمانيا أو ذلك وتحولت حياة المنشق المدني من المداراة في كنف النظام إلى المعاناة في كنف الثورة وهو يعاني اليوم من قلة المورد وشظف العيش ونعدام الاستقرار ومتبهدل ومتشنطة ومزلول في لبنان وفي تركيا وفي الأردن وفي داخل سوريا حالات وصلتني بتبكي الحجر هذا استاذ مدرسة اللي شغال قرصون في مطعم وهذا ممرد شغال عتال بمرسين وهذا طبيب شغال نجار باطون وستاذ جامعي فاتح بسطة خضرة في لبنان وهذا مدير دائرة ببيع كعك ومسؤولة موظفين أو شؤون الموظفين تشتغل بصنع البيتفور والمعمول للطعم يولادها بالزرقة ومهندس ما عنده شي طعم يولاده راح على المخيمات الموظفين على فكرة بيحكوا بعض بيقول لك أنا قاعد عند النظام وها باخد راتبي وفيه عندي كهرباء ومي وخبز ومدارس فليش اتبهدل وأترك وأروح على الحكومة اللي المعارضة تروح عندهم ما بيوظفوك لحتى يكون عندك واسطة ومحسوبية وبعدين اتبهدل وأروح على المخيمات وأشحد ربطة الخبز وسلية الغذاء وكسل الطحين بعدين فيه نقطة فيه موظفين يعني الطمع في الدين يعني أنتوا بتاخدوا رواتبهم من عند النظام بيجوا بيشتغلوا في تركيا بياخدوا راتبين طيب أنت أعطي مجال لغيرك بيجي واحد بيدي يصوره بيقول له لا دخيلك أنا لا تصورني أبنزل على مناطق النظام باخد راتبي طيب شو تسوي أنت هون معنات أعطي مجال لغيرك كتب أحد الذين تركوا ذلك من الموظفين المنشقين أن غياب القيادة التورية الوعية المخلصة في الصف المعارض أسهم في تشتيت المنشقين وعدم تأطيرهم ننتهي من هذا الملف والاستفادة من خبراتهم لا بل على العكس سادت النظر الأنانية الضيقة التي تعتبر المنشقين منافسين على المكاسب والمناصب ولذا كان السائل حديثا لإزاحتهم وإبعادهم والاستفادة من خبراتهم بمؤسسات الدولة وأضعف حقية المعارضة لدى المجتمع الدولي بأن تكون البديل المقنع عن النظام وأصبحت توصا بما يعرف مرض الطفولة السياسي فكما قالوا في النهاية نحن أمام ظلم مركب لهؤلاء الناس مظلومين مشردين وجعهم وجعين وقهرهم قهرين سأطرح إن شاء الله الموضوع بشيء من التفصيل لكثرة الحالات التي وصلتنا في حلقات قادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر